بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معكم مستر أحمد الباشر وإن شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لبرايماري 5 إحنا مازلنا مكملين مع بعض درس الماجنتزم وكنا اتكلمنا لحد مجينا لحد البروبرتس أوف ماجنت في الفيديوز اللي فاتت يعني وقلنا إن أي ماجنت عنده بروبرتس وإن البروبرتس دي فور بروبرتس ويتكلمنا عن أول بروبرتي اللي هي اسمها The Magnet Has Two Pools الماجنت عنده Two Pools يعني إيه Two Pools؟ يعني عنده طرفين إنت لما تيجي مثلا تلاقي أو تتكلم على أي ماجنت فهتلاقي الماجنت عنده طرفين الترفين دول إحنا هنسميهم بعد كده North Pool و South Pool بس المهمة اللي عندنا أو اللي إحنا اتفقنا عليه إن The Magnet Has Two Pools وإن فيه definition لـ Two Pools دول إن The Magnetic Pool إن لو إنت عاوز تعرف يعني إيه Pool إيش معنى ده قلت عليه Pool مثلا فهو The Area أو المناطق أو الـ Areas Of The Magnet Which Have Most Powerful Force For Attraction فأنا لو جبت الولد ده مثلا وديته ماجنت وخليت إنه هو يعمل أتراكت الـ Paper Club فهلاقي الـ Paper Club متركزين عند الـ Two Pools عند المنطقتين دول والمنطقتين دول هما المنطقتين دول هما المست أتراكتف فورس أو المست باورف فورس فبسميهم الـ Two Pools طيب واتكلمنا عن إيه تاني يا مستر اتكلمنا على إن The Freely Suspended Magnet Always Take Fixed Direction يعني إيه Always Take Fixed Direction يعني أنا لو جبت ماجنت وعلقته زي ما أنا شايف في الصورة كده ففي كل مرة أنا هحرك فيها الماجنت ده هيرجع لـ Direction سابت هيرجع لاتجاه سابت والاتجاه ده إيه يا مستر الاتجاه North and South Direction North and South Direction في كل مرة يا مستر أف كل مرة هتلفل إيه الماجنت ده هتلاقي إيه رجع مكانه وكنت شرحت الكلام ده في الفيديو اللي فات لو إنت ما شفتوش وكننا لخصنا كل اللي إحنا قلناه المرة اللي فاتت فيه اللي قدامكو ده The Freely Suspended Magnet Always Take Fixed Direction Which is North and South Direction أنا لما يجي أقولك إن أي ماجنت هتعمله Freely Moving أو هتعمله Suspension يعني هتعلقه ساعتها هتلاقي إن الماجنت ده خد Direction سابت اسمه North and South Direction حتى لو لفيته هتلاقي إيه رجع تاني North and South Direction طيب أنا يا ميستر معرفش الماجنت اللي قدامي ده مين فيهم النورس يعني البولس اللي قدامي أنا قدامي قدامي 2 بولس قدامي طرفين هم يعني قدامي الأحمر وقدامي الأزرق قدامي ال Red وال Blue أنا معرفش مين فيهم النورس ومين فيهم الساوس طيب اللي بيشاور للنورس Direction هو ده النورس بول واللي بيشاور للساوس ديركشن هو ده الساوس بول ما هو إحنا عندنا أي ماجنت بيبقى نورس بول وساوس بول يعني هو هو تو بول صح ولا هو إحنا اتفقنا إنه هو تو بول طيب التوبولس دول اسمهم إيه اسمهم نورس وساوس طيب مين في دول نورس ومين في دول ساوس اللي بيشاور للنورس اسمه نورس واللي بيشاور للساوس اسمه ساوس الموضوع صحيح جدا يبقى the pool of magnet which points to north direction the pool of magnet اللي بيشاور على north direction called north pool والpool of magnet which points points يعني شاور points to the south direction is called south pool النورس بول هو اللي بيشاور على north direction والساوس بول هو اللي بيشاور على south direction النفس الاسمه كده عرفنا التوبولس وعرفنا مين فيهم النورس ومين فيهم الساوس اللي بيشاور على النورس هو النورس واللي بيشاور على الساوس هو الساوس طيب خلينا نبتدي في property مهمة جدا يمكن اهم property في الماجنت واللي واللي علشان هقامد صناعات كتير جدا او اختراعات كتير جدا فحياتنا ايمع على فكرة اللي احنا نشرحه ده احنا لسه كنا بنقول ان اي ماجنت بيكون لي نورس و ساوس او اي ماجنت بيكون لي بمعنى اصح نورس اي ان كان شكل المغناطيس على فكرة يعني ممكن واحد يجي يقول لي يا مستر طب هو الرينج ماجنت الدايرة ده لي نورس و ساوس ايوه النحية دي نورس يعني هو عامل زي الدايرة كده فالنحية دي من الدايرة نورس والنحية دي من الدايرة اي ساوس و نفس الكلام الهورس شو ماجنت الهورس شو ماجنت لو انا جيب بصيت الهورس شو ماجنت فا الهورس شو لو انت جيب بصيت عليه هتلاقي ان الهورس شو بردو لي نورس، بول و ساوس بول يعني فاهم الفكرة يعني هو مفيش مشكلة هو نورس بول و ساوز بول واي ماجنة هتلاقي عليه حرف الاس والان حتى لو مش مكتوب عليه الاحمر ده نورس دايمن خلاص الريد ده نورس دايمن المهم ماشي احنا عرفنا كده ان في نورس ديريكشن و ساوز ديريكشن احنا بقى بنعرف الكلام ده ليه مستر النورس ديريكشن و ساوز ديريكشن لان انت لو جبت مغناطيسين لو جبت تو ماجنة و قربت تو ماجنة دول لبعض في احتمال من اتنين في احتمال ان هما ينجزبوا البعض يحصل اتراكشن و في احتمال ان هما يعملوا ريبيل ريبيل يعني يبعدوا عن بعض اول تاني انا لو جبت تو ماجنة و قربتهم لبعض احتمال يحصل ريبيل ريبيل يعني يبعدوا عن بعض ده ما يرداش يقرب من ده واحتمال ان هما ينجزبوا البعض تلاقي ده عاوز يروح لده عاوز يلزق في التاني وبالتالي احنا بدأ يظهر عندنا مفهوم وهو ان انا لو عندي تو ماجنة عندي تو ماجنة بالشكل ده هنا مثلا ده الساوس بتاع الماجنة ده وده النورس وده النورس وده الساوس يعني ده الماجنة الاولين وده الماجنة التاني بيقولك ايه لو انت جبت الماجنة ده وقربتوا للماجنة ده يعني لو جبت الماجنة ده وقربتوا للماجنة ده النورس مع النورس كده استحالة ان هما يلزقوا في بعض استحالة ان يحصل اتراكشن في سيميلر بولز يعني ايه سيميلر بولز يا مستر يعني مثلا حاجات متشابهة يعني حاجتين زي بعض يعني نورس ونورس مثلا او ساوس وساوس يبقى انا الوقتي معايا two magnets لو انت قربت similar pulls البعض they will not attract مش هيحصل attraction يعني هيحصل rebel rebel دي يعني يبعد عن بعض طب لو انا خليت different pulls لو انا قربت الساوس للنورس يعني قلبت المغنطيس وقربت الساوس للنورس هيلزاقوا في بعض لان unlike pulls unlike magnetic pulls unlike يعني لي مش شبه بعض unlike magnetic pulls attract بينجزبوا البعض يبقى unlike magnetic pulls ايه attract تعالا بقى نرى الاكتيفتي ده الاكتيفتي ده او البروبرتي دي بتقول like magnetic pulls repel and unlike magnetic pulls attract المتشابهين المتشابهين يبعدوا عن بعض والمختلفين يقربوا من بعض دايما الانسان يحب المختلف عنه يقرب لي عشان يكمله يبقى النورس بيكمل الساوس يلزاقوا في بعض طيب اكتيفتي بيقول لي هنا to prove that like magnetic pulls repel هي هنا مكتوبة غلط ماشي بس repel دي اللي هي repel but unlike magnetic pulls attract الانلايك يحصلهم attract اللي استبسي هنا انا هلخصها لكم انه هو هيجي free suspended magnet هيعلق magnet ويقرب مرة الاحمر مع الاحمر اللي هو النورس مع النورس ويقرب مرة الساوس مع الساوس لو قرب النورس مع النورس ده كده نورس وده نورس دول similar يبقى استحالة ان هما ينجزبوا البعض طيب لما ييجي قرب الساوس مع الساوس طيب ده s و s استحالة ان هما ينجزبوا مع بعض يبقى هما like pulls repel like pulls not attract repel each other يبقى two نورس هيعملوا repel والtwo south هيعملوا repel يعني two north pools repel each other two south pools repel each other كلمة repel يعني يعني النورس يبقى عن النورس والساوس يبقى عن الساوس قم بل مين اللي هيعمل attract النورس pool attract ساوس pool النورس pool هيعمل attract مع الساوس النورس هيجزب الاي الساوس pool هيقول ايوة انا هقدر ان انا انجزب ليك وبالتالي بقى عندنا هنا قاعدة او conclusion مهم جدا وهو فكرة the similar magnetic pools repel each other but opposite يعني المختلفين magnetic pools attract each other المختلفين يقربوا من بعض والمتشابهين يبعدوا باختصار شديد نرجع تاني ل property number three واعتقد ان احنا فهمناها ان like magnetic pools repel or while unlike magnetic pools attract طيب give reason بيقول هنا قول لي سبب ان the south pool of magnet البول south يعني اي magnet north pool south pool فبيقول لي هنا ان south pool attract north pool the south pool of magnet attract the north pool of another magnet but repel the south pool يعني south repel south ايوة لان هو قصده هنا ان south ما ينجذب مع south يعمل repel ان south attract مع north يلزق في النور because unlike pools attract each other like sorry why like pools repel each other دي دي القاعدة اللي احنا اتعودنا عليها ان unlike attract وان like repel unlike attract اللي مش متشابهين attract different attract and like pools repel each other اتعود فاهمنا دي كده طيب دايما لو انت في حاجة مش فاهمها ارجع تاني شوفها يعني ارجع ايدي الشرح تاني افهم طيب تعالوا ناخد البروبرتي الاخيرة اللي هي number 4 ودي بتتكلم على ان the magnet is surrounded by area called magnetic field ركز بقى معي في الجزئية دي في حاجة اسمها المساحة الخارجية يعني مثلا المدرسة بتاعتنا هاي المدرسة بتاعتنا دي كده في الشارع زي العمرة يعني على طول كده بتدخل على الكلاز بتاعك ولا فيه صور يعني المدرسة ليها الصور بتاعها اللي انت بتدخل منه الاول على الground اللي بنعمل فيه line وبعدين تدخل على المبنى بتاع المدرسة نفس تبتلي تطلع للكلاس بتاعك الفكرة ان فيه area فيه منطقة surround the school فيه منطقة بتحيط بالسكول يعني السكول مش في الشارع كده مش يعني مش بتنزل كده تدخل على المدرسة على طول لا فيه صور وفيه باب وفيه باب بتدخل اول من الباب بتاع المدرسة وبعدين تحضر اللاين وبعدين تطلع لايه الكلاز بتاعك طيب نفس الكلام الماجنط الماجنط حواليه منطقة اسمها magnetic field اسمها ايه magnetic field المagnetic field دي دي منطقة حوالين الماجنت اي magnetic material بتقرب منها بتكذبها هقول تاني دي منطقة حوالين الماجنت اي magnetic material بتقرب منها بتكذبها بمعنى ايه بمعنى اننا لو جايب حتة iron حتة حديد وحتة iron دي امتنى مقرب شوية من الماجنت هلقيه لقاطها على طول فهمنا كده يا شباب طيب يبقى the magnetic surrounded by area cold magnetic field انا عاوزك بس تفهم الماجنتic field يعني ايه الماجنتic field بيقول لي هنا انا لو جبت iron filling iron filling دا يعني حديد مطحون حتة حديد صغيرة جدا 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 يعني وقمت رششها او حطتها على ماجنت هلاقي ان الماجنت كون الشكل اللي انتو شايفينه دا الشكل اللي انتو شايفينه دا اسمه magnetic field هتلاقي قطع الحديد الصغيرة خردت الشكل دا وهي دي المساحة اللي بتبقى حوالين اي ماجنت اللي بيجذب منها او بيبعد اللي قدامه ايه من خلالها فهنا في الكونكلوجين او في الانترفيرنس دا بيقول لي هنا بتاخد شكل منظم كده ويه لو انا خدت بالي الحديد اللي انا رشيته على الماجنت دا متركز فين اوه شفت الحديد لازق فين في التوبولز ما احنا لسه كنا بنقول ان التوبولز they are areas المناطق which has the most powerful attraction force دي المناطق اللي فيها اكتر attraction force صح ولا لا يبقى الماجنتيك فيلد وضح لي المنطقة اللي بتحيط بالماجنت وضحت لي ان المنطقتين اللي اسموهم ماجنتيك بولز هم اكتر منطقتين فيهم قوة يبقى انا هنا the greatest magnetic force كلمة magnetic force يعني قوة قوة المغناطيس the greatest magnetic force of magnet is concentrated كلمة concentrated يعني مركزة at the two pools of magnet متركزة عند the two pools of a of magnet طيب هنا مقارنة عن او compare كده ما بين حاجة اسمها magnetic field وحاجة اسمها magnetic force احنا اتفقنا الماجنتيك فيلد ركز بقى في الحتة اللي انا هقولها دي ده ماجنت الماجنت ده بيكون حواليه منطقة قوة المنطقة دي اي حد بيقرب منها طبعا هي انا برسمها كده بشكل عشوائي بس هي بتبقى منظمة ورجلر اكتر ده مثلا الساوس بول وده النورس بول اي حد بيقرب من المنطقة دي ماشي بتلاقي ان ايه اي حد بيقرب من المنطقة دي كلها كده من الحتة دي كلها كده بتلاقي ان هو انجزب للماجنت طيب اللي انت شايفه قدامك ده او اللي انت اللي انا رسمته بالاحمر ده الخطوط اللي انا رسمتها بالاحمر دي اسمها magnetic field دي عبارة عن ايه الماجنتيك فيلد دي الماجنتيك فيلد دي عبارة عن the space region كلمة space region يعني المنطقة around the magnet دي المنطقة اللي حوالي الماجنت where the effect of magnetic force appear يعني بص اي ماجنت حواليه منطقة المنطقة دي اسمها magnetic field الماجنتيك فيلد دي لو الخطوط اللي انت شايفها دي كتير قوي فبيبقى الماجنت ده قوي مش احنا عندنا ماجنت ضعيف وماجنت قوي طيب يعني ايه ماجنت ضعيف وماجنت قوي حتى البشر في بشر اقوية وفي بشر ضعفة يعني ايه شخص قوي شخص قوي ده انه هو ممكن يمسكك يديك علقة حلوة وانت ما تعرفش تعمل معا حاجة ليه لانه هو قوي هو ايدي قوية وهو جسمه قوي وبالتالي يعني ايه ايدي قوية يقدر يمسكك بقوة وانت لو قوي انت لو اقوى منه هتعرف تدربه فاهم الفكرة ده اكزامبل طبعا مش هنترب حد ولا بس هي الفكرة ان القوة منطق الايه منطق القوة فاي ماجنت في ماجنت في ماجنتيس قوي جدا وفي ماجنتيس ضعيف فالماجنت القوي بيكون عنده او يعني بيكون عنده ماجنتيك فورس قوية كل الماجنت عندهم ماجنتيك فيلد اي ماجنت حوالي الخطوط دي بس الفكرة كلها هل الخطوط دي كتيرة ولا قليلة لو كتيرة بنقول عنده ماجنتيك فورس عالية جدا لو قليلة بنقول عنده ماجنتيك فورس قليلة جدا وبالتالي يعني ايه ماجنتيك فورس ماجنتيك فورس يعني امكانية ان الماجنت ده يجزب اللي حواليه فلو جينا بصينا على ماجنتيك فورس يعني ايه It is the ability of magnet to attract magnetic materials that exist in its field يعني قدرة المجنط وقوة المجنط ان يعمل اتراكت لكل الاشياء اللي موجودة في المجنطيك فيل بتاعه فهمنا كده يعني ايه مجنطيك فيلد ومجنطيك فورس المجنطيك فيلد هي اللي سبيس حوالي المجنط وبعرفها في الامتحان بكلمة سبيس انما الابالتي نفسها القوة او الامكانية نفسها ان يجذب دي اسمها فورس ممكن يبقى عنده امكانية كبيرة ممكن يبقى عنده امكانية قليلة لو عنده امكانية كبيرة فبسمي انه هو عنده مجنطيك فورس كبيرة لو عنده امكانية قليلة فبسمي انه هو عنده مجنطيك فورس قليلة آخر حاجة هنتكلم عنها في الدرس ده هي The Use of Magnet أشهر استخدام للماجنت كلمة Use يعني استخدام أشهر استخدام للماجنت هو Magnetic Compass البصلة الماغناطيسية وكان اللي اخترع الموضوع ده اللي Chinese الناس اللي الصينيين كانوا في الحروب بتاعتهم في الجيش بتاعتهم كان في الأيام اللي فيها فوجي يعني الفوجي إيريس اللي هي فيها ضباب جامد ما كانوش بيعرفوا الطريق فقالوا نعمل إيه نعمل إيه اكتشفوا إن الماغناطيس دايماً بيشاور عن North South Direction فاكرين لما كنا تكلمنا إن Any Magnet بياخد North and South Direction فاكرينوا لا وإن النورس بيشاور عن North of Earth يعني إذا North Direction of Earth النورس بول النورس بول بتاع الماغنط الماغناطيس ليه North and South نورس بول وساوز بول النورس بول دايماً لو إنت سبته يتحرك براحته هتلاقيه بيشاور لك على North Direction of Earth بيشاور لك على اتجاه الشمال بتاع الأرض فلو الجيش متحرك نحية الشمال يجيبوا كده واحد يخلوا مسك ماغناطيس طول الوقت ومعلقوا بخيط كده أو حاجة والماغناطيس يقف اللي هو North Direction اللي لونه أحمر يقف في اتجاه معين يقول لهم يلا نمشي في الاتجاه ده يبقى ده اتجاه الاتجاه North Direction ماشي The Structure of Magnetic Campus الماغناطيس بقى حاجة بسيطة جداً هي عبارة عن ماغنط صغير جداً بيلف طول الوقت It consists of light and small magnet that spin freely around fixed access هو ده مكونات الماغنط يعني سوري الكامبس الكامبس بتتكون من light light يعني light مش يعني ضوء light يعني خفيف light and small magnet بيتكون من magnet صغير وخفيف that spin or that spin or that can spin يعني يقدر يلف freely around fixed access fixed access يعني عند نقطة ثبتة يعني يقدر يلف عند نقطة معين Where the North Pole of Magnet the North Pole of this magnet refer to North Direction of Earth and the South Pole refer to the South Direction of Earth يبقى النورس بيشاور على النورس والSouth بيشاور على السouth ماشي طيب the importance of magnetic compass اهمية الماغنيتك ايه كامبس اهمية الماغنيتك كامبس طبعا to identify main for geographic direction انا عاوز اقولك ان في الامتحان بقى اخر السنة مفيش امتحان في الدنيا بيجيش في كامبس عشان بس تبقى فاهم لازم تكون فاهم الكامبس دي كويس ان الكامبس بتتكون من ايه بتتكون من light لو انت طبعي الملزمة light and small magnetic sorry light and small magnet that can spin freely around fixed access تحفظ دي وان النورس بول refer بيشاور على النورس direction of earth بيجي في الامتحان دايما importance اهمية الماغنيتك كامبس it is used to identify the main for geographic direction it is used to identify the main for geographic direction لازم تكون حافظها وعارف انه هو بيشاور على المين for geographic a direction يعني ايه يا مستر من for geographic direction الاتجاهات الاربع الشمال والجنوب والشرق والغرب اسموهم for geographic direction الاتجاهات الجغرافية الاربع النورس يعني شمال ساوس يعني جنوب east يعني شرق west يعني غرب فلو انا معايا كامبس معايا بوصلة والبوصلة دي فيها مغناطيس صغرنا جدا والمغناطيس ده خفيف ومتعلق جوه الكامبس كده ولقيت النورس بول بتاع المغناطيس المغناطيس مشاورلي اللي هو الجزء الاحمر بتاع المغناطيس لقيته مشاورلي في اتجاه معين يبقى هو ده اتجاه الشمال ما هو النورس بول of magnet رفيرتو the north direction of earth والساوس بول طبعا رفيرتو the south direction هي هي ده ملخص لكل اللي احنا قلناه ماشي قلنا ان في حاجة اسمها magnetic poles تعال نقرها مع بعض they are the areas of magnet which have the most powerful force of attraction وان the magnetic field it is the space region around the magnet in which effect of magnetic force ابير دي المنطقة وقلت ان انا هعرفها بكلمة space هعرفها بكلمة space طيب وهاعرف المغناطيس بابالتي احنا قلنا force يعني ability force يعني امكانيه ability of magnet to attract the magnetic material that exists in its field طيب the compass it is the tool that is used to identify for main geographic direction بكده نبقى خلصنا درس المغناطيس وعلى فكرة ده سهله جدا جدا يعني مفوش حاجة بس انت لما تتبع الملزمة وتيجي تتفرج على الفيديوهات التانية هتلاقي الموضوع سهله جدا ام ام واتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق تحت الفيديو ده هتلاقي ام لينكات تهمك جدا لينكات للفيديوهات اللي احنا ام بنشرحها كلها وهتلاقي لينكات لجروب الفيسبوك والواتس او سوري جروب الفيسبوك وصفحة الفيسبوك وهتلاقي لينك كمان لتحميل الملزمة دي ام زاكر كويس واي حد عنده سؤال يقدر يبعط لي على الواتساب اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق كنت معكم مستر احمد البشا باي باي